كارما كارما نعم يا كريم تعال يا حبيبتي يلا عشان اذاكر معاك الدرس الرابع في الدراسات الاجتماعية لا يا كريم شكرا انا هذاكره لوحدي انا خلاص كبرت وعايزة اعتمد على نفسي ثم ان انا شطرة وزكية وما فيش مني اتنين خلاص يا حبيبتي براحتك انا كارما في سنة ربعة ابتدائي وهذاكر الدرس الرابع نظام الحكم في بلدنا بسم الله السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء انتخابات عامة الخطة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة السلطة التشريعية مجلس النواب سن قوانين تمثيل المرأة والشباب استجواب السلطة القضائية مستقلة محاكم قانون عدل صوت الانتخابي كريم كريم انا بحبك او يا كريم كريم هو انت بتحبني اه طبعا يا كريم اشرح لدراسات يا كريم حسقلك سؤال يا كرمة مين اللي بيدير شؤون البيت ومسؤول عننا بابا وماما طبعا يا كريم اللي بيدير شؤون الدولة في مصر تلات سلطات السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطة القضائية اولا السلطة التنفيذية دي بتتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وكلهم مسؤولين عن ادارة شؤون الدولة رئيس الجمهورية بيتولى رئاسة الدولة بعد ما يفوز في الانتخابات العامة كريم كريم انا نفسي ابقى رئيسة جمهورية لما تكبري رشحي نفسك في الانتخابات العامة والناس يصوتولك صوتولي ايه صوتولي لايه انا ردلهم ايه عشان يصوتولي يعني يعني يختاروكي ويدوكي اصوتهم مهمة رئيس الجمهورية هو المسؤول عن امن الوطن ورعاية مصالح الشعب وكمان بيمثل مصر محليا ودوليا الحكومة دي بتساعد رئيس الجمهورية في ادارة شؤون الدولة وبتتكون من رئيس مجلس الوزراء وده يرأس الحكومة وبيشرف على اعمالها الوزراء دول مسؤولين عن ادارة مجال واحد من مجالات الحياة اليومية في مصر زي وزارة التربية والتعليم مش مهتمة غير بالتربية والتعليم مهمة الحكومة الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع الخطة العامة للدولة والخطة العامة للدولة دي معناها الخطوات اللازمة للوصول لهدف مستقبلي ايوه طبعا زي الخطة العامة اللي عملها لنا ماما من اول السنة مذاكرة واجبات تمرين السباحة عشان نحقق هدف النجاح في الاخر تمام اتنين الاشراف على تنفيذ هذه الخطة تلاتة اعداد الموازنة العامة للدولة وكلمة موازنة عامة يعني تحديد الاموال اللازمة لتنفيذ الخطة العامة طبعا انا فهمة كل حاجة طبعا زي لما بابا كده بيدي ماما مصروف البيت كل شهر واجي اطلب منها حاجة تقولي الميزانية لا تسمح يا كرمة في حاجات اهم لازم نعملها يعني يا كرمة كمان اصدار القرارات وفقا للقانون ثانيا السلطة التشريعية وهي مجلس النواب اللي بيحط القوانين اللي بينفزها رئيس الجمهورية والحكومة مجلس النواب بيتكون من خمسمية ستة وتسعين عضو بيتم انتخاب خمسة وتسعين في المية من النواب انتخاب حر ورئيس الجمهورية بيختار الخمسة في المية البقيين والدولة يا كرمة حريصة على ان المرأة والشباب يكون لهم مكان في مجلس النواب من حق اعضاء مجلس النواب ان هما يعملوا استجواب لاعضاء الحكومة عارفة يعني استجواب؟ اه طبعا عارفة زي الاستجواب اللي عملته لي ماما الاسبوع اللي فات لما كانت الترطة كلها اللي كانت في التلاج مصر يا كرمة من اقدم الدول اللي عملت نظام للحكم ونظام الحكم اللي هي عملته ده ساعد على بناء الحضارة المصرية هيئات الحكم في مصر القديمة بتتكون من الفرعون اللي هو الحاكم وبيساعد الوزير ورؤساء الادارات المركزية ثالثا السلطة القضائية دي سلطة مستقلة بتتولاها المحاكم وهي اللي بتصدر الاحكام بالقانون عشان يسود العدل كريم كريم هو القانون ده بيتعمل ازاي اصلا؟ بص يا كرمة لو رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او احد اعضاء مجلس النواب عايز يعمل قانون جديد او يغير قانون بيكتبوا وبيودي المجلس النواب رئيس مجلس النواب بيعرضوا على اعضاء المجلس وبعد كده بتقوم لجنة متخصصة بدراسة مشروع القانون ده وبعد كده بيجتمع النواب مع اللجنة دي عشان يناقشوا القانون ولو تمت الموافقة على مشروع القانون ده بيبعتوا للجنة التشريعية في المجلس وبعد كده بيتم اخذ الاصوات اذا وافق تلتين اعضاء مجلس النواب على القانون بيتم ارساله الى رئيس الجمهورية ولو وافق رئيس الجمهورية على القانون ده بينشر بعد كده في الجريدة الرسمية عشان يبدأوا العمل بيه